بسم الله والحمد لله و صلى الله و سلم على رسول الله و على آله و صحبه و من ولا حياكم الله و أهلاً و سهلاً بكم أبناء الطلاب و بناتي الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة المتوسطة للصف الثالث المتوسط لمادة القرآن الكريم و الدراسات الإسلامية يصحبكم المعلم أحمد بن علي الدوسري أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس و الذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالاً لدرس دعاء العودة من السفر و كما عودناكم و قبل بداية كل درس أن نستمع إلى تعليمات الدرس و إلى آداب الدراسة عن بعد و أن نتعرف على الأهداف المتعلقة بالدرس نريد الآن أن نستمع إلى تعليمات الدرس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب و إحضار الكتاب و الأدوات اللازمة و الاستعداد الجيد للدرس نريد أن نستمع إلى آداب الدراسة عن بعد أولاً الجلوس في المكان المناسب و المهيئ للدراسة ثانياً عدم الأكل أو الشرب أو الانشغال أثناء الحصة و ثالثاً إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب و من القلم القابل للمسح الآن يا أبطال نريد أن نستمع إلى الأهداف الهدف العام هو حفظ دعاء العودة من السفر أما الأهداف الخاصة فأولاً أن يحفظ الطالب و أن تحفظ الطالبة دعاء العودة من السفر بشكل صحيح ثانياً أن يردد الطالب و أن تردد الطالبة دعاء العودة من السفر خلف المعلم بشكل صحيح ثالثاً أن يكتب الطالب و أن تكتب الطالبة دعاء العودة من السفر بشكل صحيح الآن يا أبطال دعونا ننتقل إلى النشاط الأول في الدرس في صفحة ثمانية عشر أريد منكم الآن أن تفتحوا الكتاب على صفحة ثمانية عشر وهنا نريد أن نضع دائرة حول الإجابة الصحيحة أولاً دعونا نستمع إلى هذا الدعاء آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون هذا الدعاء ماذا نسميه؟ هل نسميه دعاء الخروج من المنزل؟ أو نسميه دعاء العودة من السفر؟ ماذا نسمي هذا الدعاء يا أبطال؟ نسميه أحسنتم نعم نسميه دعاء العودة من السفر دعاء العودة من السفر إذن هذا هو دعاء العودة من السفر سأكرر هذا الدعاء و أريد منكم التكرار معي حتى نحفظ دعاء العودة من السفر إذن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون نعيد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون إذن هذا هو يا أبطال دعاء العودة من السفر أتمنى منكم حفظ هذا الدعاء أتمنى منكم أن تحفظوا هذا الدعاء الآن ننتقل إلى النشاط الثاني ونريد منكم أن تفتحوا الكتاب على صفحة ثمانية عشر هنا يا أبطال نلاحظ في الأعلى ثلاث بطاقات البطاقة الأولى والثانية والثالثة ماذا نريد أن نفعل؟ نريد الآن أن نضع البطاقات التي في الأعلى أن نضعها في البطاقات الفارغة حتى يكتمل لدينا دعاء العودة من السفر أمامكم الآن البطاقة الأولى البطاقة الأولى نضع فيها أي البطاقات الثلاث؟ البطاقة الأولى أو الثانية أو الثالثة نضع أحسنتم نضع البطاقة الثالثة نضع البطاقة الثالثة ونكتبها في الفراغ آيبون بهذه الطريقة إذن البطاقة الفارغة الأولى كتبنا فيها كلمة آيبون ثم بعد ذلك آيبون تائبون ما هي الكلمة الثانية؟ ماذا نضع في البطاقة الفارغة الثانية؟ البطاقة الأولى أو الثانية التي في الأعلى؟ نضع أحسنتم البطاقة الثانية وهي كلمة عابدون ونكتبها في البطاقة الفارغة الثانية تبقت معنا البطاقة الأخيرة وهي ماذا؟ أحسنتم وهي حامدون وهي حامدون ونضعها في البطاقة الأخيرة ونكتبها حامدون إذن ما الذي اكتمل معنا في هذا النشاط؟ اكتمل لدينا دعاء العودة من السفر آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون إذن نعيد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون الآن يا أبطال سننتقل إلى النشاط الأخير في هذا الدرس ونريد أن نضع علامة الصح أو الخطأ تقول العبارة الأولى نقول دعاء العودة من السفر إذا رجعنا من السفر ما رأيكم في هذه العبارة؟ إذا رجعنا من السفر نقول دعاء العودة من السفر العبارة ماذا؟ أحسنتم يا أبطال نعم العبارة صحيحة العبارة صحيحة إذن نقول دعاء العودة من السفر إذا رجعنا من السفر فنقول هذا الدعاء آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون العبارة الثانية تقول ينبغي علينا أن نحفظ دعاء العودة من السفر ما رأيكم في العبارة؟ ما رأيكم في العبارة؟ العبارة ماذا؟ أحسنتم نعم العبارة صحيحة لماذا نحفظ دعاء العودة من السفر؟ نحفظ دعاء العودة من السفر لكي يحفظنا الله عز وجل ونحن في طريق العودة إلى بيتنا أو إلى مدينتنا لذلك يا أبطال نحرص على حفظ دعاء العودة من السفر وقبل ذلك نحرص على حفظ دعاء السفر والذي أخذناه في الدرس الماضي فنحفظ دعاء السفر ونحفظ دعاء العودة من السفر من أجل أن يحفظنا الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان الذي يحافظ على هذه الأدعية ويحافظ على الأذكار على أذكار الصباح على أذكار المساء يحفظه الله سبحانه وتعالى ومن حفظ الله لك في السفر أن تقول دعاء السفر وكذلك إذا رجعت أن تقول دعاء العودة من السفر الآن ننتقل يا أبطال إلى العبارة الثالثة لا نحرص على دعاء العودة من السفر حينما نرجع من السفر ما رأيكم في العبارة؟ حينما نرجع من السفر ونحن في الطريق لا نحرص ولا نقول دعاء العودة من السفر العبارة ماذا تكون؟ أحسنتم؟ نعم العبارة خاطئة العبارة ماذا؟ خاطئة لماذا؟ لأننا قد قلنا قبل قليل أن نحرص على دعاء العودة من السفر أن نحرص على دعاء العودة من السفر ونحفظ هذا الدعاء وهو آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون الآن يا أبطال نريد أن ننتقل إلى سؤال الدرس وسؤال الدرس كما تلاحظون في هذه اللوحة هنا في الأعلى البطاقة الوردية تقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون هذا الدعاء ماذا نسميه دعاء الخروج من المنزل أو نسميه دعاء العودة من السفر نريد الآن أن نبقي البطاقة الصحيحة ونرفع البطاقة الخاطئة أين البطاقة الصحيحة؟ البطاقة الخضراء أو البطاقة الصفراء؟ البطاقة الصحيحة هي البطاقة أحسنتم هي البطاقة الخضراء إذن نرفع البطاقة الصفراء ونبقي البطاقة الخضراء وهذا الدعاء نسميه بدعاء العودة من السفر نسمي هذا الدعاء بدعاء العودة من السفار إخواني وأخواتي أولياء الأمور هناك توصيات أتمنى منكم الاستماع إليها فأقول حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج الدراسي يجب على الأسرة مراعاة عدة أمور أثناء مساعدتهم ومنها أولا تهيئة الجو المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذو إضاءة جيدة ثانيا استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب وتعزيز استجاباته الصحيحة والبعد عن عبارات اللوم والنقد والمقارنة بالآخرين ثالثا التواصل الدائم مع المدرسة من خلال منصة مدرسة لمواكبة المنهج والطلاع المعلم المختص على تقدم الطالب في الخطة الفردية شكرا لكم إخواني وأخواتي أولياء الأمور وشكرا لكم أنتم أيضا أبنائي وبناتي على التفاعل وعلى المشاركات الرائعة والجميلة ألتقيكم بإذن الله تعالى على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته